قطاع الصحة ربما من أهم القطاعات الموجودة وحضرة دايما على رأس أولويات الدولة المصرية خلينا نقول إنه فيه توجيهات مهمة دايما من سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي إنه إحنا نواصل جهود تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وده بيظهر طبعا زي ما إحنا عارفين في عدد من المبادرات كل تأكيد يا مصطفى يعني كمان المبادرات الرئاسية دي كليها دور كبير جدا وملموس في تحسين الخدمة الصحية لو هنتكلم على سبيل المثال مبادرة 100 مليون صحة مبادرة دعم صحة المرأة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ده غير كمان إنه دلوقتي بيتم التجهيز لإطلاق مبادرات جديدة الأيام القادمة على سبيل المثال أيضا مبادرة صحة الرئة خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور حسام عبدالغفار متحدث باسم وزارة الصحة صباح الخير راح ديكي دكتور كل سنة وانت طيب صباح الخير يا فنظم كل سنة وحضراتك طيبين ومصر والمصريين والعالم كله بخير وسلام يا رب دكتور حسام يعني مبادرة صحة الرئة ربما مبادرة جديدة بتنطلق أو بتوضع على رأس أجندة وزارة الصحة تفاصيل بشكل عام يعني خلينا أقول لك هي ليست جديدة لكنها حديثة باعتبار أننا أطلقناها تزامنا مع مؤتمر المناخ الكوب 27 ويمكن كان أول فحص بنجريه للمترددين أو زوار مصري في شارم الشيخ في مؤتمر المناخ والهدف منها من خلال وحدات الفحص المتنقلة والثابتة أن نحن بنعمل مسح لوظائف التنفس وخاصة للناس اللي عندها مؤشرات أو مسببات من شأنها أن تؤثر على صحة الرئة زي المدخنين وبالتالي هي واحدة من المبادرات التي تستهدف الحفاظ على صحة الإنسان من خلال منع مسببات الإصابات بالسدة الرئوية اللي هي على رأسها التدخين ومن خلال أن نحن نكشف كشف مبكر على اللي عندهم مسببات أو مؤشرات بتقول أنه ممكن يصابوا بأمراض الرئة زي اللي بيدخنوا عشان نلحق بدري لأنه الحقيقة واحدة من الأمراض المؤلمة جدا الإصابة بالانسداد الرئوي اللي في النهاية بيؤدي إلى فشل تنفسي ولا قدر الله الوفاء فإذا ما أدركنا الشخص في البدايات وقبل أن يتطور المرض معه إلى مرحلة السدة الرئوية والفشل التنفسي من الممكن العلاج وهو ده هدف واحد من أهم الأهداف المبادرات الرئاسية في نهاية كل مبادرة من المبادرات الرئاسية اللي هي عديدة جدا بتهدف إلى تحقيق حياة كريمة حياة كريمة للمواطن المواصل حياة كريمة أنه يبقى عايش بصحة جيدة أنه بيبقى بيتمتع بقدرته على أنه يتحرك ويشوف أولاده وأولاده يبقوا كويسين هو ده مفهوم السعادة الحقيقية في الحياة أن تكون يعني من بات آمنا في بيته معافا في بدنك عنده قطة يوم أنت هي دي سعادة الحياة فواحدة من ضمن الحياة الكريمة هي دي الحياة الكريمة فواحدة من ضمن تحقيق مبادرة السيد الرئيس الكبرى حياة كريمة للمواطنين المصريين أن تكون معافا في بدنك معافا في بدنك أنت أسرتك أطفالك أهلك أحبائك وبالتالي كانت المبادرات الرئاسية الهدف منها هو تحقيق هذه الحياة الصحية الكريمة وخصوصا أن الصحة مش بس أنك لما تعي تلاقي العلاج لا الصحة هي أن تحيا بحياة صحية بدنية ذهنية اجتماعية وتم إضافة مؤخرا أيضا صحة ما حولك صحة البيئة وصحة الحيواء طيب حدثت عن المبادرات التي تم إطلاقها من وقت قريب يعني تعتبر كمان مبادرات حديثة لكن هل فيه كمان مبادرات أخرى هيتم الإعلان عنها قريبا هل كمان فيه مبادرات ليه علاقة بالصحة النفسية مثلا يعني خلال الأيام القليلة أو خلينا نقول الأسابيع القليلة الماضية تم إطلاق مبادر سيد الرئيس للصحة النفسية اللي هي المنتل ويل بينج السوشيال ويل بينج لأنه منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة بأنها مش بس صحة البدن لكن صحة الروح أيضا وصحة الصحة الاجتماعية فالمنتل ويل بينج دي واحدة من المبادرات الرئاسية أو الصحة النفسية المرتبطة بكيف يحيا الإنسان حياة صحية في التعامل مع المجتمع جزء من التنمر هو علامة من علامات أن أعدام الصحة النفسية يعني لا نعني فقط الناس عندها تخيل يمكن يتبادر إلى أذهانهم بشكل غير صحيح أن الصحة النفسية تساوي عدم الجنون وأنه اللي عنده مشكلة نفسية يبقى ده مجنون والصرايا الصفرة والعباسية هذا كلام الحقيقة غير دقيق وغير صحيح لكن السلوك العدواني غير المبرر اتخاذ ردود أفعال عنيفة في مواقف لا تستدعي ده نوع من أنواع الاعتلال النفسي الحزن والاكتئاب والفمول الاكتئاب الانعزال عن المجتمع أو التعامل مع المجتمع بشكل ليس فيه تشاركية الأنانية المفرطة حب الذات المفرد النرجسية كل دي من الأمراض الحقيقة النفسية التي أصابت المجتمع نتيجة لغياب مفهوم الصحة النفسية فوحدة من المدارات الرئيسية المهمة جدا هو إعادة مفهوم الصحة النفسية وتقديم خدمات الصحة النفسية من خلال سواء المنصات الإلكترونية احنا أطلقنا منصة للصحة النفسية بقالها أكثر من ما يقرب من سنة تقريبا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحة النفسية من خلال وحدات الصحة النفسية ومستشفات الصحة النفسية وأخيرا يمكن فيه لقاء فخامة الرئيس مع دولة رئيس مجلس الزراء الدكتور خالد عبد الغفار يوم الأحد الماضي وجه سيادته بإنشاء مدينتين أو مجمعين للصحة النفسية وعلاج المسنين ودي كانت من التكلفات الرئاسية أنه يبقى عندنا أماكن لتقديم العلاج النفسي بعيدا عن الوصمة بعيدا عن إحساس المجتمع بأنه فيه مشكلة وكذلك علاج المسنين بالإضافة للأماكن الموجودة عندنا فعليا صحيح يعني شايفت طفرة اللي حصلة في وزارة الصحة أنه عندنا تصارع كبير جدا في هذه المبادرات إزاي بتقدر تمشي بشكل متوازي ما بين كل المبادرات من غير ما يعني أنت بتنشئ قاعدة بيانات بتعمل في المحافظات مراكز بتكلف أطباء من تخصص معين عندك مبادرة زي صحة الرئة في مبادرة تانية للصحة النفسية في مبادرات أخرى كثيرة بتعمل ده زي بالتوازي يا دور يعني خلينا أقول لها هيك أنه مشكلة الصحة في مصر كانت مشكلة مزمنة وكانت تفتقد إلى حكتي إرادة سياسية حقيقية من صانع القرار بوضع الصحة على رأس أوليات الدولة المصرية وهو ما قام به السيد الرئيس أنه جعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة المصرية سواء في مجال الإنفاق أو في مجال الاهتمام ثم الحقيقة ما يقوم به دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة من تنفيذ هذه الرؤية والاستراتيجية بشكل واضح ودقيق ومنظم النهاردة إحنا نستهدف حياة صحية للمواطن المصري ده عشان يحصل يبقى محتاج تاخد المواطن من وهو جنين في بطن أمه وأمه إلى مرحلة الشيقوخة والكهولة ده محتاج تقديم خدمات مباشرة وفي نفس الوقت تقديم لوجستيات تساعد على تقديم الخدمات المباشرة اللي حالك ذكرته هي الميكانة والرقم كل ده مش هيحصل بدون ما يبقى فيه منظومة متكاملة من الخدمة وما يسهل تقديم الخدمة واحدة من ضمن الأمور الهمة جدا اللي كانت يمكن ما فيش فيها ما كانتش موضوعة في دائرة الاهتمام بشكل يتناسب مع حجم الدور اللي المفروض تأديه هي وحدات الرعاية الأساسية النهاردة العالم كله يتم تقديم 80% من الخدمة الصحية للناس في وحدات الرعاية الأساسية أو الفاميلي دكتور أي إن كان الاسم اللي بيطلقوا عليه العالم أو الآلية لكنها في النهاية هو تقديم خدمة من خلال طبيب الأسرة الوحدة الرعاية الأساسية و20 أو 30% بس من الخدمة اللي بتقدم في المستشفيات لما تحتاج إلى خدمة أكثر مهارة أو أكثر تخصص الواقع عندنا العكس الواقع عندنا اللي بيعي بيروح مستشف الطفل اللي بيبقى عنده إسهال بيروح يقف في الطبور في بوريش زي الطفل اللي بيبقى عنده لقدر الله عيب خلقي في القلب فاللي بيحصل إنه ده بياخد مكان ده وده بياخد مكان ده فبيبقى اللي محتاجة بوريش فعليا بيضطر يقف رقم 30 و300 و400 في الطبور لأنه فيه قبليه 10 و20 و30 اللي عنده اللوز واللي عنده جفاف إعادة تنظيم الخدمة الصحية من خلال موضوع السيد الرئيس بتطوير وحدات الرعاية الأساسية بإن أنا أرجع تاني أقدم في وحدات الرعاية الأساسية عيادات تخصصية فترة مسائية بعض الأماكن يبقى فيها طوارئ واربطها بالمستشفيات عشان اللي محتاج يروح مستشفى يروح دعم النفسي كل ده بيتم بتقديمه النهاردة الكشف على المؤمنين على الزواج بيتم فيه وحدات الرعاية الأساسية فأنا بقى وعيد تاني لوحدات الرعاية الأساسية دورها اللي فقدته من زمان واللي المفروض تقدمه للمواطنين دورة مهمة جدا يا دكتر في غاية الأهمية الحقيقة فيه كمان جانب آخر كان منسي كده لفترة طويلة أو فكرة قوائم الانتظار في الوقت يحب نتكلم عن مبادرة رئيسية القضاء على قوائم الانتظار الحقيقة طبعا فيها شهد كبير جدا ومش بس كده كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى أكد على الاهتمام بهذه المبادرة وتخصيص مبالغ كبيرة لها يعني إحنا الحمد لله منذ بداية المبادرة لحد النهاردة احنا بنتكلم فيما يقرب من مليون وستمائة ألف تدخل جراحي مهاري تم عمله للقضاء على الانتظار غير المبرر للعمليات السيد الرئيس في اجتماعه اللي كان يوم الأحد وجه بأنه يتم توفير مليار جنيه من صندوق تحيا مصر ودي الحقيقة واحدة من ضمن أهمية وجود صندوق تحيا مصر أنت مع الارتفاعات وضق ومشكلة سلاسل الإمداد العالمية أنه يبقى عندك مكان تقدر يتضخك فيه رقم كبير زي كده لاستمرار الحفاظ على الصحة العامة فعشان أقدر أحافظ على استمرارية ونفس معدلات الأداء في مبادرة سيد الرئيس للقضاء على الانتظار وجه سيد الرئيس أنه يبقى فيه مليار جنيه تضخط إضافية بالإضافة إلى إحنا بنتكلم النهاردة بقوام الانتظار الرقم يمكن قرب من الـ 14 مليار أو الـ 15 مليار خلال من ساعة علاقة في 2018 فالنهاردة أنك تضخي مرة واحدة برضو مليار جنيه فيه ده يؤكد أهمية المبادرة دعم السيد الرئيس للمبادرة ولي كل المبادرات الرئاسية وأنه الدكتور خيال عبدالعفار حريص على أن المبادرة دي تستمر بشكل قوي جدا لأنها في النهاية بتحقق مصلحة آنية تخيالي اللي عنده مشكلة زرع كبت زرع كلها زرع قرانية أورام جراحات مخ وأعصاب جراحات القلب الدعمات كلها أمراض الحقيقة تحتاج إلى ألا ينتظر المواطن كثيرا صحيح على أي حالي يعني محدش ينكر أبدا نتضر التعب وزارة الصحة فصراحة هذا الأمر وخصوصا المبادرات الرئاسية اللي كلمنا عنها دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة شكرا أنجزيني لفندم نورتك شكرا أنجزيني نشكرك يا فندم دائما نضيف عزيزة علينا في صباح الخير يا مصر شكرا